الوصفة صحية وقائمة على الموز ده معناه انه النشويات اللي فيها صحية هقول لكم مكوناتها ايه احنا معانا موز مستوي نص ونص مش اللي هو المهري قوي او لونه يبقى غير معانا كمان بيض معانا لبن دقيق شوفان بيكينج باودر بشري لمون الكريز بتاعي متقطع نصين ومتشال البزر منه معايا للايسين كمان زباد دي بصوا ماسك نفسه شوية لان انا حطاه في الفريزر وافضل هنا يكون زبادي يوناني عشان نسبة المياه فيه تبقى قليلة ولو ما عندناش زبادي يوناني بس ناخد الزبادي اللي عايزي وما ناخدش شوية المياه اللي على الوش معايا كمان بشري لمون وكريز متقطع كده وفانيلا وشوية كريز اوتوت للوش وبشري لمون برضو هيبقى ظريف طيب طيب وصفة الكيك عبارة عن موز زي ما قلنا هو النوع النشويات اللي فيها ده معناه ايه؟ ده معناه انه مناسب لمرضى السكر مناسب للناس اللي بتعمل دايت لان النشا مش كله قائم على دقيق او بدائل دقيق خلاص؟ طبعا زي ما بقولكو دايما ان الاعتدال هو المفتاح اهو انا ايه لان الموز دا كبير بصراحة هيخط تلاتة بس هاضربهم وانزل عليهم ببقية المكونات وحط الكريز اخر خطوة خالص عايزين تهرسوه باديكو تقدروا بس مش هتوصلوا لنفس القوام ايه الفلافي دا هنزل بقى هنا بالسوائل وانزل بباشن المون دقيق تعالوا بقى ايه نجيب القالب اللي هنحط فيه الكيك بتاعتنا عايزين تعملوها شكل كوب كيكز تقدروا عايزين تعملوها شكل اه تعالوا نعمل الحقيقة ايه تعالوا نعمل شوية كوب كيكز وشوية فيه الكيك نفسها انا رايحب الكوب كيكز قوي ليه بقى لانها نوع من انواع البورشن كنترول ايه البورشن كنترول ان انا احافظ على كمية الاكل اللي باكله يعني انا هيكل بس بكمية محدودة فدي بتحددلي الكمية نوعا ما وبعدين تضيفوا الكريز تقدروا عايزين تحطوا الكريز على الوش برضو ايه تقدروا تعالوا بقى ايه عشان نسيب خليطي يكفي القالب ده اخد بقى الكريز بتاعي ركزوا بس لو هتستعملوا الكريز انتوا تبقوا شايلين البذر اللي فيه خلاص اهو وهقلبوا في الخليط كده عايزين تحطوا شوية على الوش تقدروا خلاص طيب ده كده اجهز انه ايه يدخل الفرن تعالوا نجهز الكوب كيكز كمان عشان ايه ندخلهم مرة واحدة تعالوا بقى نعمل الايسينج بتاع الكيك زي ما قلتلكو احنا مدخلين الزبادي ده الفريزر شوية يعني عشر ديره باسي عشان يبقى مسك نفسه هقلبه كده حلو عشان قوامه يبقى حلو بصوا لما تقلب كويس قوامه بقى شكله مختلف عن اللي في الطبق ازاي هاخد بقى شوية من الكريز الكريز ده بتقطع كده حيطة صغير او تلجوه وبشوروه زي بشر اللمون وشوية من بشر اللمون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة